مؤكد. كلنا نمنا. عشان كده تسايف تاين. من يعرف روبرت تيرنر؟ روبرت تيرنر من انفيسيجاتور في يوكيبيد اس ستادي. أكبر دراسة السكر غيرت مفهومنا للسكر. اللي بتقول 1% الهيموغلوبين 1C في مايكروفاسكورار بنيفيس رهيبة. اللي تعلمنا من خلال هالليجاسي فاكت. إيه اللي تايت كونترول في طايب 2 ديابيس مليتس. العيال راح يستفيد لاترون حتى لو سكر بتاعه ما الضباطش. في نهاية الدراسة سؤال السؤال بإجابة سريعة. ما كانت المجرسة التي تتعلم عن كوبيد اس سترايا؟ بلا تردد. رد بسرعة. لا نبدأ بسرعة. أو استخدامها بسرعة. ولكن أتوقع روبرت تيرنر لو كان معنا النهاردة. كان جالوي. لا نبدأ جيل بسرعة جيل بي وانا فقط. لذلك النهاردة الأرى في جيل بي وان. لماذا نتحدث عن جيل بي وان؟ لذلك لألاطف في السيوليكال اندبليوترافيك. على مستوى برين على مستوى الهارت على مستوى الكيدي. على مستوى الانتستين على مستوى الليفر. جيل بي وان بريفينت البيتا سيل أبوبتوسيس. جيل بي وان. جيل بي وان. جيل بي وان. جيل بي وان. بمعنى بيعمل ويت ردكشن. بمعنى إنه بيحسن الهايبرغليسيميا وزاوة هايبوغليسيم. any size baby fry sale pan bears protect the. and protect the and protect the thicken. protect the heart protect and prevent mortality. في الألفنات، بداية الألفنات كنا بنيشوف الجيل بي 1. أد lock. إراه مشروبه موجلوب ني HASI. داوي سكربي نازل سكر لا يسآل potato. بعدها من عدة سنوات يحسن سكر بإضافة. بالإضافة لا يمكن أن تغيير الهيبرغليسيميا لا يمكن أن تغيير الهيبوغليسيميا بعد 7 أو 8 سنين الدنيا تغييرت الـ GLP-1 Receptor Agonist تقوم بإمكاني الهيبرغليسيميا وإمكاني الهيبرغليسيميا ولكن اليوم نظر على الـ GLP-1 كاليزيز موديفاين الدراج عشان كده معظم الـ Guidelines ناودي بتقول أي type 2 diabetes mellitus management lifestyle plus metformin ولو كان العيان has high risk for cardiovascular disease لازم يكون الـ GLP-1 or SGLT2 inhibitor the first line treatment let's go to our practice رايح أشوف عيانة مريضة منال 40 سنة كلنا بنشوفها in daily practice diabetic and hypertensive diabetes من 3 سنين received oral anti-diabetic medication حصل secondary failure تحولت بريمكسد إنسلين كلنا بنشوف المريضة دي كلنا بنكتب بريمكسد إنسلين تقريبا 90% من المرضى بتوعنا type 2 diabetes mellitus اللي قول اللي ماشيين على إنسلين ماشيين على بريمكسد إنسلين هي dyslepidemic hypertensive خايفة من الـ hypoglycemia لأن الأكل بتاعها بطريقة منتزمة خايفة من قصة الهايبوغليسيما اللي ممكن تحصل بكسرة لأن البريمكسيد إنسولين المشكلة بتاعته محتاج واحد بيأكل بموعيد بكميات منتظمة في توقيتات مناسبة منال بدأت في الأول ميتفورمن اتنين جرام تتحولت لواحد جرام بلاس سالفونايل ري بلاس اسجيل تتو انهيبتور النواة دي على ميتفورمن بلاس بريمكسيد إنسولين خمسة واربعين واحدة في اليوم ثلاثين الصبح خمستاشر بلا أوبيز أو أورويت هيموغلبي نونسي 8 و 8 و 10 فوستنج إليفيتد بوستبرانديل إليفيتد العيانة is not controlled we have a lot of unmet needs associated with the pre-maxed insulin بالنسبة للمريضة بتاعتنا أنا كدكتور ما بحبش أكتب بريمكسيد كتير ليه لأن insulin titration عايز أعلم العيان بتاعها كل شوية يزود الجرعة بناء على الفوستنج البوستبرانديل في النهاية بفشل في القصة العيان بيجبره أن يأخذ مرتين أو ثلاثة insulin الـ adverse events بتاعت الـ insulin الـ weight gain أشهر المريض نفسه ما بيحبش الـ insulin عشان الـ hypo glycemic عشان الـ weight gain عشان في الأماكن المحترمة رخصة القيادة قد تتأثر بالـ insulin بيزل 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 بولس بريمكسيد كل واحدة لها مزايا وكل واحدة لها عيب لا ننسى أن في الـ type 1 ديابيس لا يوجد حاسمه بريمكسيد إنسولان دكتور عمر عمر دايما بيقول الكلمات وعنده حاجة بريمكسيد إنسولانانالوك الأنواع الحديثة الغالية برضو لها مساوي بريمكسيد إنسولان طب إيه الفائدة الممكن للعياني أخذها من الـ فكسيد ريشو كومبيينيشن لو ضفت الـ بيزل إنسولان بلاس جي البيو البيزل إنسولان من اللي بيشتغل على الفاستيك بلاد شوجر الدكتور كامل حميدة دايما بيقول وإنت بتكتب بيزل إنسولان حط عينك على الفاستيك بلاد شوجر فاستيك فارس عشان كده البيزل إنسولان المتوقع في الـ كومبيينيشن داي راح يزبط لي الفاستيك بلاد شوجر كويس يد الجي البيو خاصة الشورت أكتنج جي البيو تتشتغل على البوست براندي عشان كده متوقع البوست براندي يتحسن أكتر وقت عشان كده كومبيينيشن مع سوليكوا سوليكوا بيزل إنسولان إنسولي جلورجين بلاس جي البيو وان لكسي سيناتايت في كومبيينيشن البيزل إنسولان وز الجي البيو البيزل إنسولان يغطي فاستيك بلاد شوجر الجي البيو بتغطي البوست براندي البلد شوجر عشان كده متوقع ان الفاستيك بوست براندي ممكن يزبطوا لو العياء خد سوليكوا الكلام ده بناء عليه على ألو عشان كده الجيدلاينز اتغيرت الجيدلاينز بدأ من كم سنة بدأت تحط الكمبيينيشن سيرابي في جي البيو وان زائد بيزل إنسولان في العيان الهايبر جليسيم بالضبط في الفين تلاتة وعشرين بتقولي لو الجول بتاع جليسيم كنترول ومحتاجين دوا سكر أقوى دوا سكر محطوط الكمبيينيشن إنجيكتاب سيرابي جي البيواني بلس جي بيزل إنسول as the first choice even as a second choice لو العيان is not controlled on oral anti-diabetic communication we can add جي البيواني بلس بيزل إنسول in one injection fixed ratio combination الكلام ده حصل ليه ليه تغيرت الجيدلاين بناء على a lot of trials من أشهرهم solely mix trial أثناء تصميم أي دراس السكر كل اللي نبص عليه نبص efficacy of the drug وقارب بين الدوة مع standard بتاعي risk of hypoglycemia weight gain or weight loss and the side effect دائما بدأ بقرني two arms let's start to compare in this trial sulimix sulimix كانت بتقرني sulic web loss premix insulin في مجموعة من المرض هيموغلوب A1C تقريبا كانوا متسويين وإن كان في نهاية الترايل السوليكوة is more effective in reduction of hemoglobin A1C than premix insulin ودي أول حياة أخذناها من sulimix trial الحياة المهمة الثانية جرعة الإنسول العيال اللي بياخدها مع السوليكوة is less than الجرعة اللي بياخدها in premix insulin so الإفكاسي سوليكوة is more effective than premix insulin in this trial and in our clinical practice actually الهيبو غليسيما مؤكد لpremex insulin risk of غليسيما is very high ولو ما حصلش غليسيما مع العيان بتاعك اتأكد ان السكر بتاعه مش مزبوط ماش العيان سكر 300 400 عشان كده ما بيدخلش في غليسيما once hyperglycemia you must see hypoglycemia الكلام ده clinical trials what about real world setting عشان كده الدراسة التانية السولي complex كانت بتقارن بين السوليكوة and premix insulin in a real life as a real life study وفي النهاية نفس الإفكاسي هموغل من OANC reduction is more with السوليكوة و الرسك of hypoglycemia is less so let's go to our clinical practice part in this session سوليكوة إزاي اكتب سوليكوة وإزاي احسب الدوس بتاعته في جلم السوليكوة جلم أصفر جلم أخضر ما يخبط قامش الجلم الأصفر في more GLB 1 الجلم الأخضر في more basal insulin الجلم الأصفر التدريج بتاعه من 10 إلى 40 وده دايما بنبدأ به في عيان نايل وده في GLB 1 أكتر لأن نسبة GLB 1 لل basal insulin 2 2 1 2 basal unit microgram الجلم الأخضر في more basal insulin ده نسبة الإنسول لل GLB 1 3 الوح عشان كده يبدأ الجلم بتدريج 30 إلى 60 30 يعني 30 insulin glorgene وده معنى أن هناك 10 lexacinatide as GLB 1 أقصى جرعة 60 وده معناها أن جرعة الإنسول 60 basal insulin with 20 microgram lexacinatide وده maximum effective dose of lexacinatide why 2 bands كل ما بتتاح خيارات للمريض بتاعك كل ما بتتاح الفرص أن أزود GLB 1 أزود insulin برحت عشان كده الشركة محترمة حطت 2 bands مختلفين بتركيزات مختلفة how to store أنا لو شفت مريض عندي not controlled on oral anti diabetic medication رايح أبدأ له ب this combination therapy يبقى لازم أبدأ بالجلم الصفر so lequa اللي هو تركيز الجلم الصفر دايما بنبدأ زيما بنبدأ في basal insulin 10 units per day عشان نزبط الفاست أنا رايح أبدأ بالجلم الصفر 10 وحدة 10 وحدات يعني فيهم خمسة جيل بوع و 10 units of insulin لو عين already ماشي على basal insulin نحط في الحسبان 30 يون لو ماشي على أقل من 30 يون رايح أبدأ له بالجلم الصفر بجرعة 20 لو ماشي على basal insulin already على basal insulin أكتر من 30 يون per day رايح أبدأ له بالجلم الأخضر ورايح بابدأ بجرعة 30 يبقى لو عين نايف رايح أبدأ بعشر وحدات بالجلم الأصفر لو عين قريدي على basal insulin رايح حول السلك الأصفر لو الجرعة بتاعته أقل من 30 يون basal insulin ويدي 20 يون أو لو أكتر من 30 يون basal insulin رايح أدي الجلم الأخضر ويبدأ له 30 30 30 يون ده معناهم فيهم 10 microgram lex sinotai و how to treat زي ما الدكتور المصباح دايما بيعلمنا إن fix fasting first وتبدأ بجرعة 12 أو 10 وحدات بيز insulin وزودهم وحدتين كل 3-4 أيام لحد ما تزبط الفاستي بتاعك نفس القصة الجلم الأصفر أنا أبدأ بعشر وحدات وأبدأ بزود الجرعات أكور كل 3-4 أيام لحد ما تصل إلى 40 يونت بيردي الفاستي still not controlled في الحلقة دي سأتحول للجلم الأخضر وأبدأ ب40 واحد وأبدأ أزودهم لحد maximum effective dose 60 يونت بالجلم الأخضر و we have a lot of barrier to bridge in GLB1 المشاكل باعة GLB1 وأنا بكتبها أنا بخاف دايما من الجس كبسات النوز لو بدأت بجرعة كبيرة أوتوماتك العيام لن يكمل الدو عشان كده how to avoid this complication please start low and go slow ابدأ بجرعة صغيرة وزودها بالتدريج بس ما تظن أن العيام بتاعك راح يزبط بالجرعة الصغيرة at the end we have manal اللي عندها خمس سنين دايابيتس and already in the pre-maxed insulin من راح يجاوب ونحولها الانسولين كام جلم سوليكو هي already ماشي على 45 unit pre-maxed insulin أنا فضل أول آخر سلايد بالنسبة لك عشان كده أتكلم معاكم في الديكيكتين دول هاي أخضر ولا أصفر هي دي عيانة نايف ولا عيانة على بيز الانسولين الجرعة بتاعتها كام طب اللي بتاخدها تاخدها كام يبجع تفتكروا الرقم بتاعنا رقم 30 30 ده المقصود بيز الانسولين هي ماشي على 45 pre-maxed insulin يبجأ تمشي على الجلم الأخضر ولا الأصفر ده السؤال الأول المفروض نجيب جواز على فكرة الدراسات كلها اتفقت إن العيال اللي ماشي على pre-maxed insulin لو عايز حول نص الجرعة الماشي عليه تقريبا يعني اللي ماشي على 45 تقريبا بنحول 22 يونت سلاكوا أبدأها بالجلم الأصفر ولا الأخضر أكيد الأصفر ليه لأن الأصفر هو جرعة المناسبة بالنسبة لها عشان كده ما نالي كانت مزبط على pre-maxed insulin 45 واحدة أنا حولتها على الجلم الأصفر في 20 يونت بني ديها جبل الوجبة تقريبا